السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا مرحبا بكم في قناة شوبر اديزال اليوم الحصة تانا حتى لا لا نبيع الأوهم ولا نسقط في حال يعني في وحن يعني بائعين الوهم عندما يعني عندنا مثلا مثل ما فعلوا في مباراة كاميرون والمباراة عال احنا لم نرى والد صدي تكلموا وقال بلغة انجيبوا المباراة ردوا المباراة على النادي اتعاد العاصمة لم نرى هذه الأشياء هذه الأشياء اللي نجوه بها يعني من عند ناس في الفيسبوك في التيك توك في النخرى لا مكسل ناس بها هدرت مكسل يهدر مكسل يهدر مكسل يهدر يعني جباعة والفو يعني قصف شاهد مدرب يقصف حسين جنان شاهد مدرب يقصف منه اصبح رافق واحد شاهدر مدرب قال في الأرمسي قال نشوفوا نشوفوا قصف ما يقول في المحكامة ميلف تريلور ويأخذوا منكم كل المقروض يعني من البد قاعد تمشي بعد وقت المؤامرة و بعد وقت المؤامرة على المدرب و لازم تكرموه و لازم تديروه و بعد جاءت هذه الأفار شادين بها يديهم و صحيح هذا مكان هذا مكان هذا مكان جاء المو بنادم أنا هذه القضية جاء المو بنادم ما باش يكذب فيها ولا نتهم ناس ولا ندير ناس أباك شوري تندير و ينهضر عليك بش العيد خدش عليهم شانا عارفين انت خرج خرج مكلف بالإعلام تالاتحادية خرج رئيس اتحادية رئيس اتحادية بان وهذا الناس لم يهضوا شكون هاكم عارفينهم هذو اللي داروكم أضحوكا أمام الباب تاع الفيفا الماتشيوعات هذو اللي قالوكم باللي أنفرتينو قد نحط الميل فوروحو تحسب باللي داخل بيرو ماندف بيدو من دي خدمة حط الميل فوروح هي صحك تكون كاينة قاضي يا راويرا إلا والي تصدي راح ما على البالناش إلا أراح ولا ما راح واحد من أدم ألا يخاف هذه الكلام هذا إلا أراح ولا ما راح ما على البالناش ناسهم يقولوا راح ناسهم يقولوا أنه يخلت القرار إلا خلت القرار فيما يجب على البراح ما زمار ما زمار ما على البالناش وكشل على الباله والله ما كان يجب على الباله لازل قاعد يكذبوا لكم باقيا أوهب كما قالكم محمد الوضاحي قالوا يهوما وعاودوا وله والماتشي تعاود تعيش آميرون وقالوا سوف نقول الحقيقة لا تنتظروا حكم من محكمة تحكيم الرياضي قبل مهلة تتراوح ما بين عشر أيام أو أسبوعين الفصل في الأمر لن يكون في ظرف ربع وشي ساعة أو أيام قليلة مثل ما يرويج البعض لذلك المحكمة التحكيم الرياضية لن تحكم بإعادة المباراة لن تحكم بإعادة المباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان من عدمها بل سيكون حكمها من حيث الشكل فقط يعني ماذا شرعية وجود تلك الخارطة عن أقمسة الفاريق المغربي وعدم تعرضها مع اللوائح هذه لغا يكون القضية لا يتنازع فيها الاتحادان المغربي والجزائري بل الجزائري وإفريقي منبثلا بلجنة المسابقات يعني ونهضة بركان والاتحاد المغربي لكورة القدم لا علاقة لهم بهذه القضية والتي ستكون على طاولة الطاص أنا نقول لكم ونعود لكم الحمد لله يا ربي هو رأي عاود فيها أنا حسب المعلومات اللي كانت عندي قلت لكم قلت لكم يا ودي هذه القضية رأى للاتحادية الجزائرية ما كان لا مدخلة لا المغرب لا الطاص لا المغرب لا نهضة بركان لا الاتحادية الجميع الملاكية المغربية لا نهضة بركان رأي كاينة قضية مع الاتحاد الاتحاد الإفريقي لجنة المنزعة هذا ما كان هذه القضية ناكاينة الناس لم يرغبوا لا يرغبوا لا يرغبوا ما سيقول لهم وانا هذه الطاص ومنا لا تأمنش بيها حتى يردوا يخرجها كباية كيف لا يرغبوا ناكاينة يرغبوا وعلى المنزعة الافريقية لا ترغبوا دعوا يرغبوا ناكاينة لا تريدوا المنزعة بعد العقوبة ونزعة ثنيقات وإعطائها نهضة بركان زادوا تاولا ناكاينة لا يرغبوا وانا خرجوا خرجوا مقلب لا الاخر يرغبوا يرغبوا بالخميس قال المكاسي يقضون تأخذ آخر عند مهزة بركان قالوا انه يداروا الطعن وقالوا لهم قالوا انه يريدون مكاشي وووووووو انهم يداروا الى الطعس والطعس انت عقلوا يتقارع والطعس انا نعرف الناس اولاد الياسمة اولادها قالوا انه يداروا وانت تتصل على مكاشي يقول الله، هذا هو مكاة وقالى من النجاة قلنا بنا من أنا دائلين في فرسانة ويقول لي ياسمع والله لا يبوت ويومبوك يدموك حلو حمر ما يهضع عنه يادرا كي دائرة قال لي أنه مكاة مكاة مهم محمد أمين يادرا قال لي مكاة قال لي، سنن دائلين في فرسانة مقصية قال لي راحو من المغرب قال لي، لم تتتعب عقوبات أخرى قال لي، بسمي عقوبات أخرى، لن تتعب عقوبات أخرى والله لقل عليك مهر قال لي باش مندوش عقوبات هذا ولدها 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 يدور في وسطها قلت له يا درا قال لي باش مندوش يا درا محمد الامين قال لي باش مندوش عقوبات ما تجاليك ناس إلي منات وناس تكاليفات وصحي الناس لم يقارئوا بالليل طاس طاس غالي تشوف لك في القضية مع الاخرين مع اللجنة المنازعات خرج عليا باش تتهمون اتعادية الجزائرية كي راحت فيه كاي النقاط لي قاتلهم عليهم قاتلهم يبدي أعطوني السبا والقانون لي عاقبتوني به لي لأتوني ترواف وعطيني السبا عطيني قانون هذه هي حالة أخرى مكشف وين أثر التضاجيج يعني وين والقضية لا يتنازع فيها الاتحادات المغربي والجزائري بل الجزائري وإفريقي ممثلة بلجنة المسابقات والنهضة بركان والاتحاد المغربي لكوة القدم لا علاقة لهما بهذه القضية والتي ستكون على الطاولة الطاس وأثر الضجة والحديث دون أي سند أو معلومات مؤكدة وكشف استراتيجية الفاف لليخدم الميلف حسناس يبغوا الجزائر من نورة وراح شكول يتلاقي الهدرة تعالها راح شكول يتلاقي الهدرة تعال كاين ربعة أو خمسة تعالي زابوكا شكول يتلاقي الهدرة شكولنها اللوة اللي تلاقي وأول الله الرجاء من القائمين على الاتحاد العاصمة عدم انسياق وراء هذه الزوبعة والتزام الحكمة وعدم الإدلاء بأي تصريحات قد تعود عليهم سلبا في قادم الأيام الحكمة تقتضي وضع الثقة في أشخاص الذين يديرون هذا الميلف وتركهم يعملون دون يعني تنتغي وين دون كشف أمور والنقاط الميلف محاسبتهم وبعد ذلك يتم محاسبتهم على النتائج بايعوا الأوهام يعني وين طفوا الفرفارات شوية وهدئوا أرواحك وعكم يعني عييتوا قالك عييتوا لي معيش لكن كيفاش يجبيني يجبيني ماذا نقول لكم مرحباً؟ لأن الدولة سيضطر الوالد صاني هو نفسه الذي حاسب الوالد الكوتي والكاميرون يتعاون ويؤمن بالميلة في الثاقل هذه هي هذه هي هذه الناس لم أمني شطانة هذه هي هذه هي حقيقة موتيبي 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 يا موتيبي كم أنت جامل يا موتيبي موتيبي نعم يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله